السلام عليكم أخواني الأعزاء ومتابعين الكرام وصلني سؤال جدا مهم يسأل بي كالآتي هاي الحالة إلا عملية لو إلها غير حال يعني هم دازرانيين ومبين الانزلاق الغضروفي الواقع بين الفقرتين القطنيتين الرابعة والخامسة ويوجد كذلك انزلاق صغير بين الفقرة القطنية الخامسة والعجزية الأولى هسه أنت تسألني هذا السؤال ودازلي بس صورة مارنين من وضع التمدد وجانبية فقط هذا ما يكفي أن أعطيك آني جواب يعني هسه من نباوع على هاي الصورة شوفوا لي هاي الصورة إخوان وركزوا على أسفل الظهار على منطقة أسفل الظهار وشوفوا هذا شنون طالع لك الغضروف وطاق صاير مثل الدعب الله واللي جواها مضرر أول شغلة لازم تفهموها بهذا الوضع أو بهاي الصورة إنه الانزلاق الغضروفي من يكون فيه أكثر من موفمينت سيجمينت يعني أكثر من غضروف لأن الغضروف يصير بين فقرتين فمن يصير بأكثر من فقرتين اعتبر الإعوجاج الوظيفي هو سبب رئيسي هل الإعوجاج الوظيفي يجي بسبب فرق بطول الأرجل أو لا هذا لازم أنت هسه توضحها قبل أن تسوي عملية لكن من هسه أقول لك هذا الانزلاق الغضروفي أي جراحي الذي يسوي على عملية ما حد يقدر يقول له لا لأن الغضروف طاق وطالع كل الماتيريال مال تأغلب الماتيريال مال إلى الخارج وجه يضغط وين على الأحصاب فهنا أي جراحي يسوي لك عملية هذا من حقه إذا اكتملت الانديكيشنز يعني الصلاحية في إجراء العملية اللي من ضمنها عدم السيطرة على الإدرار أو الراديايتنك بينج اللي ينزل على الرجل القوي اللي ما تقدر تتحمله وهالأشياء اللي هي لازم تكون أساسية قبل إجراء العملية لكن أنا أنصحك قبل أن تجرع عملية أنت بعدك شاب العمود الفقري مبين عليه فتي أنت هسه أول شي تسويه قبل العملية ما رح تخسرته روح ابحث هل يوجد عندك عوجاج وظيفي أو هل يوجد عندك فرق بطول الأرجل قبل إجراء العملية لازم إحنا نوضح لك هاي المسببات الرئيسية الغير مكتشفة من قبل الآخرين على مود أنت بعدين ما توقع بمشكلة أكبر منها يعني أنت إذا تخلصت من هاي الشغلتين اللي هي العوجاج ما العمود الفقري والفرق بطول الأرجل والمشكلة بعدها عندها قائمة هنا أنت لازم تسويه عملية بس إذا خلصت منها وخلصت من الآلام ممكن الغضروف وراء فترة يرجع وينكمش على نفسه في حالة أنت قدرت ترفع المسببات الرئيسية من عنده لكن هذا يحدد وضعك يعني إحنا ما نقدر نجاوبك هسا بكل بساطة ونقول لك إي أو لا أكو حل أو ما أكو حل هاي تترتب عليها بعض الفحوصات لكشف المسببات والتخلص منها بأبسط الطرق وبعدين لازم تتابع يعني لازم تجرب ماكو شي على السريع واحد يجي يقول لك والله شال ثقل وصال عنده ألم هذا سبب رئيسي لا هذا مو سبب رئيسي السبب الرئيسي يعني مثل الفرق بيطول الأرجل العجاج بالعمود الفقري بناء ولادي خاطئ رفع الثقل يعني أنت من تجي ترفع الثقل وظهرك يقوم يأذيك هذا مثل الشعرة التي قسمت ظهر البعير مشكلة العمود الفقري ما تنوجده بسهولة طبعا في حالة الإصابات أو كذا أو الصدمات أو الحوادث ممكن لكن أغلبها تجيك بالتدريج مشكلة العمود الفقري تأخذ وقت من خمسة إلى عشر سنوات بالتكوين حتى بعدين تظهر يعني أنت ممكن وراء فترة النمو بعمر 17 إلى 20 سنة يصير عندك هذا الفرق بطول الأرجل أو العجاج العمود الفقري وأنت ما تحس بآثاره السلبية إلا بعد عشر سنوات أو بعد 15 سنة أو بعد النمو مباشرة حسب الشخص وحسب المرونة الموجودة في مفاصلة لأن كل شخص عنده مرونة تختلف عن الشخص الآخر أكو واحد مرونة قليلة بسرعة يحس بالمشكلة أكو واحد مرونة جيدة الظلوية المرونة الطولة في عشر سنين أكو واحد مرونة أحسن الطولة في 15 سنة لكن كلها تبدي عند النساء بعد الثلاثين سنة عند الرجال بعد الثلاثين سنة فهنا يبدي عندك الفحص عن المسببات قبل أن تسوي العملية إذا بعد بيك مجال وتتحمل الألم لأن هنا مرحلة تاريخية إليك إذا رحت سويت عملية الانزلاق الغضروفي اللي هي إحنا نقول عليه ديساكتومي باللاتيني ديشاكتومي لازم أنت تكون متأكد أنه المسببات الرئيسية الأخرى شلدها حتى بعدين من تسوي العملية التغييرات الجديدة على العمود الفقري ما تنبني على أساس خاطئ رح تنبني على أساس صحيح وأكيد فترة العملية ونجاحها رح تصير أطول أي في حالة أنه اضطريت أن تسوي العملية فأني أنصحكم دائما قبل أي شيء توضحون جواب سريع ماكو أكو أدلة أنا تجيني أشوف لك المشكلة أقول لك واحد اثنين ثلاثة إذا بيها مجال أقول لك بيها مجال ما بيها مجال أقول لك ما بيها مجال تروح أنت تقرب بس يسموه يعني بكل دول العالم يستخدم هذا الرأي الثاني أنت اليوم رح تريد تسوي شغلة قالوا لك هيشي هيشي هسا أريد أروح أسمع الرأي الثاني أريد شخص آخر من اختصاص آخر ينطيني رأيه من يصير عندي اختلاف بالرأيين أبدي أبحث عن رأي ثالث هيشي تقدر توصل إلى أرقى النتائج بدون أي إشكالات مستقبلية على صحتك يعني أنت اليوم من تسوي عملية مو حسبة لك خلاصة أكو عواقب رح تصير وراها وأكو تكيفات جديدة بعد ما تقدر ترجعها مثل قبل لازم تتكيف لها فأتمنى أنه تكونون على بينه من أي قرار تتخذوه في حياتكم وخصوصا في مجال العمليات الجراحية العمود الفقري لأن العمود الفقري مثل ما تعرفون هو عبارة عن سلسلة مفاصل من أسفل الظهر إلى الرقبة وهذا كله لازم يصير متباين يعني ما تقدر تتسوي شغلة جوا وتنسى الفوق من سويت شغلة بأسفل الظهر تأثر على الرقبة ومن سويت شغلة بالرقبة رح تأثر على أسفل الظهر ليش؟ لأنه سلسلة مفاصل أي مشكلة تصير في أي مكان تنقل على المفصل الآخر إن كان من الأسفل أو إن كان من الأعلى فحاول توضح كل الأمور قبل اتخاذ قرار العملية وبالنهاية إذا سويت عملية بعد من أن تترجعها لكن أي قرار تتخذها قبل العملية راح تقدر تخلص من المشكلة وبعدين من تسوي العملية إنت مضطر إلها وصرت في وضع محرج لازم تسويها هذا ما حد يقول لك ليش لكن يفضل دائما أن توضح المسببات وتتخلص منها قبل إجراء العملية ووراها تقدر تقرر العملية لأن من قررت العملية بعد ما بيها رجاء يعني عملية تقدر تسويها بأي وقت لكن رفع المسببات بعد العملية راح ما يكون بفائدة مثل ما قبل العملية تقبلوا تحياتي وفاق احترام وتقديري أخوكم عدنان السمرمت خبير علم الحركة الدولي حامل شاهد الدكتورة بعلوم الصحة من جامعة Atlantic International PhD Health Sciences Atlantic International University